السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعرف ازاي نعمل مع بعض الكورنيشة رخام بطريقتين مختلفين وبلونين مختلفين كمان. يلا بينا. هنبدأ الاول نعمل الكورنيشة اللي هي كانت على يمين. اه اللي هي عبارة عن اه فيها الوان بيج وقافيه وزيتي. بنحضر مع بعض. تلات علب. انا هنا عشان بعمل عينة فبعمل بكميات قليلة. بالجليز ونخفوه بالنفط عادي. معانا اول لون. معانا لون جملي. اصفر جملي. بناخد حاجة بسيطة. ونحط عليه نقطة اخضر. بنحط نقطة سود. كده زبط معانا اللون. اللون التاني. بنجيب اللون البني. ونحط. يعدوبك نقطتين. بن. ونحط عليهم نقطة جملي. اصفر جملي. ادي باللون معانا. وبعد كده ان شاء الله. بنجيب اللون التالت معانا. نحط نقطة اصفر نقطة بني. شوية بني حاجة بسيطة. ونقلب. كده بمعانا التالت الوان. الزيتي. والاصفر والكافي. ونبدأ على بركة الله. الطريقة الاولى ديت ان احنا بنجيب كل لون. ونمشي كده بالفرشة. فرشة يعني بوصة. ونحط كل لون ايه? كده الوحده. نجيب اللون التاني. زي ما حضراتكم شايفين كده. برضو. بنفس الطريقة. بعد كده بفضل الله تعالى. بنجيب اللون التالت. ممكن نستخدم لونين بس. كل واحد حسب ايه? الالوان اللي ايه? المناسبة بالنسبة له وبالنسبة لشغله. لو غيرنا في الالوان عادي. بس انا بوري بس ايه? بنفس الالوان اللي معايا دي بنفس الطريقة. وكل واحد اللي حابب يعمله. اللي شايفه مناسب ليه في الالوان. بعد ما رصصناهم كده بنجيب فرشة. بس الكل نظيفة. ونعمة. ونبدأ. ندخل الالوان بنراحة كده ببعضيها. عن طريق ايه? دق الفرشة. بصوا كده. براحة زي ما شايفين كده. بصوا. بدأت الالوان ايه? نخش ببعضيها. انا هنا سرعت الفيديو عشان الوقت. وبعد ما دخلنا الالوان كده ببعضيها. هنبدأ مرحلة بنجيب القلم المستريك. ونفس اللون الغامق. بنشوف احنا معنا اغمق لون هنا كانت زيتي. بنعمل بعروق بنفس الطريقة كده. بنجيب الفرشة آآ فاضية النعمة بس بنهد العروق شوية اللي احنا عملنا. لو في حاجة مسلا كده فاضحة بنهدها شوية. وادي الكورنيشة بعد ما هلصت. دي اول كورنيشة معنا خلصناها. نبدأ ان شاء الله كورنيشة التانية. اللي هي ديت حضراتكم شايفانا قدامكم. دي بتتعمل لون البني. حاطي نوع عالجليز. وقلبناه. ده هو زي ما حضراتكم شايفين. ودي معنا اللون آآ الاسود انا كنت عامله. برضو عالجليز. قلبت اهو. ونجيب معنا علبة فاضية. بنحط فيها شوية آآ نفط عادي. هتعرفه ليه. ادي كده معنا تلات علب. البني والاسود. وعلبة فيها نفط عادي. بعد كده بنبنأ ندهن. دهنا الكورنيشة بتاعتنا. باللون البني. وبعد كده بنبدأ ندق الكورنيشة بالفرشة. نفس الفرشة اللي دهنا بيها. علشان آآ نموت السامرة بتاعت الفرشة اللي عملتها. تمام كده. زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنجهز معنا. قطعة قماش. وبندقها بالزبط زي ما بندق اللي سبونش اللي هو اللي حضراتكم وكلكم عارفينه. بندق كده بالقماشة. وبعد كده بنبدأ. بعد ما دقيناها كلها بنبدأ نمسح حتة. بشكل يعني ايه كده عشوائي يعني مرة نمسح حتة من الجزء اللي تحت النص اللي تحت. زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بنبدأ نموت فرق اللون بالفرشة. فرشة مضيفة نعمة. وبعد كده بنجيب معنا اللون الاسود اللي احنا عملناه ونجيب ريشة. ويا ريت تكون ريشة ريشة حمام عشان بتبقى رفيعة. وبصوا زي ما حضراتكم شايفين كده. الريشة وبنعرق بيها. هي بصراحة احسن من القلم المستريك. بعد كده بنجيب ريشة نضيفة. ونجيب شوائة نفط. ونبل الريشة ونمشيها على الكورنيشة. بتعمل لنا عرق ابيض جميل. خفيف. بيدي شكل فعلا جميل. زي ما حضراتكم شايفين كده. بشكل هادي. وبكده حضراتكم وصلنا لنهاية الفيديو. يارب يكون الفيديو عذابكم. وما تنسوناش. في اللايك. وعمل اشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.